السلام عليكم ورحمة الله شلونكم طلاب ان شاء الله بخير في هذه المحاضرة ان شاء الله نأخذ البارت الثاني من المحاضرة الأولى من مردة MSK هذا البارت تقريبا هما نحن ماخدينه بالمرحلة الأولى تحت مسمى body organization اللي كان نضبط Mandatory Foundation بالكورس الأول أو بالسمستر الأول فراح تكون علينا سهلا ان شاء الله ماضي محتوى هذا المحاضرة فقط هي تقسيم نقدر نقول تقسيمات الجسم يعني section يعني شونا نقلكم جهات نقدر نسميها شونها سهلا مثلا بالجغرافيا عندنا شمال شرق جنوب غرب و هكذا بالbody مال الجسم يعني بالجسم نقصد الأسماء يعني يعني المحاضرة الأولى يتعتبر محاضرة أساسية للتشريح بهت منطوق بهت منظر زيان ف اللي راح نترسب هذا المحاضرة هو فقط الاتجاهات مع الجسم وتقسيمات الجسم و هسرا نعرفها الشيون يعني ما راح تطول محاضرة كليس سهلة وحلوة قلت لكم ماخدينها سابقا بالbody organization بالسمستر الأول كذلك التجاوف الموجودة بالجسم يعني ان شاء الله المحاضرة ستكون سهلة وحلوة نبدأ بالبداية طبعا اسم المحاضرة اللي هي يعني anatomical terminology راح ندرس همنا بالملزمة و كذلك بالمصدر نبلش بسم الله بالبداية يقول anatomical position شنو الانتومical position الانتومical position هي مناطق الجسم يعني يقصد بها يعني شنو حسن مناطق الجسم يعني الجسم شبيش كم منطقة مثلا منطقة الصدر منطقة الرقبة الرأس الاتراك أو نسميها الابرلمب اللي هي الذراعين أو اللوارلمب اللي هي الساقين زيان ومنطقة الحاوض بلني نسميه من المناطق أو الانتومical position يعني الهيد الناك الثوراكس الابدومين البلفوس البلفوس البرينيوم الابرلمب الابرلمب وهكذا زيان الابرلمب عفو فهذه نسميه نسميه من الانتومical position يعني بس رادي وضح لك ياها شنو هي مناطق الجسم زيان ندرني هسراح ناقطين مثلا هنا عشي يقول يقول البيرسون ستاند ارىكت وث يعني يقول احنا منريد نسوي الانتومical position او الانتومical section او الانتومical terminology اللي قلت لكم عليها مثلا لن المقاطع مال الجسم الاتجاهات مال الجسم هسراح ناخذها بعلي يعني قلت لكم شون بالجغرافية من اكو يمين يسار شرق غرب وهكذا انت بنت تسوي يمين يسار وشرق وغرب مو مثلا من عندك بوصلة وتتشوف الاتجاهات منازمة تكون بوضع مستقيم او لازم تتجه لنها الشمال والدور تقدر تتحدد الاتجاهات فهسا بالجسم همنا اذا تريد يتحدد الاتجاهات لازم يكون الشخص واقف وعيونه للامام زيان يعني واقف على الرجلية ووقفة مستقيمة وعيونه للامام على مو تتحدد الاتجاهات مو نايم لو ملتفت لو يعني نسوي وضعية معينة وتريد تسوي الاتجاهات مو تتجسم لا يكون واقف وثابت على مو ندرس عليه اوكي شي يقول يقول باطن ما تليد صار مو للامام يعني شون هسا الصورة شوفوا شوفوا باطن اليد وانصير للم هل يأخص يخص والإبهام يكون بعيد عن الجسم عبعد نقطة عن الجسم هي الإبهام زيان شوفوا هذي الايد تكون بعيد عن الجسم وابعد نقطة عن الجسم هي الإبهام شوفوا هي وبعد نقطة عن الجسم هذه الوضعية التي عليها ندرس هذي خلي نطير الصورة نجلي هنا ه отлич الكلام شوفوا هل WoW موجود هنا اذا فهمت الكلام اللي راح chat يعني اللي راح أشرحه ما كوداعة تقرح هذا الكلام يعني الساد اللي كدامك زيان اللي راح أشرحه يعني هو الراح اقتصر كل شي فهده المحاضرة هي اهم شي الفهم بيها لكن الحفظ فقط المصطلحات وان راح اقل ليشن هو فيهم وشن هو الحفظ زيان ربما راح اشرحه هنا راح اشرحه وين بالمصدر بالمصدر شوي تكون الصور ارتب وين واضحة مو متدن شوية مواضحات خلوح للمصدر مالة مور طبعا نجد لكم نشرح عليه فنروح موين لاناتوميكال منا يبدو الموضوع الاناتوميكال ترميناولوجي شوف هس اول شي ما نجي نجي الاناتوميكال بوزيشين هذا اللي مساعة خدناه احنا اللي مساعة قرناه هناك الاناتوميكال بوزيشين هنا قائل لك شن هو الاناتوميكال بوزيشين يعني هناك بالملزمة منطيك بس المختصر هنا لأ شوية متوسع لك وضحة السالفة يعني هناك شمنطيك مختصر قال لك أن الجسم لازم يكون مستقيم والشخص واقف وعيونه للأمان وفاتح ايده لكنها بالمصدر شوية متوسع فانت مدام فهمت بالملزمة ماكو داعة يقراه هنا بعد نجي الاناتوميكال بلين شنو الاناتوميكال بلينز الاناتوميكال بلينز باذا نقارن هوية جغرافية معناه هي نفس الخطوط يعني اكو خط عمودي خط مائل خط اوفقي وهكذا زيان شنو هذا الاناتوميكال بلينز ايش عندنا عندنا اول خط هو الخط نسميه بالميدين بلين او الخط الوسطى شنو هذا الخط الوسطى شوفوا هذا نعم هذا 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 هو الخط الوسطى هذا هو الخط الوسطى اللي يقسم الجسم الى جزء ايمن وجزء ايسر دعونا نرى صورة ثانية صورة هزة هذه هذا شخص واقف ذاقس مهيج جزء ايمن وجزء ايسر شنو هذا هذا سميه بالميدين بلاين هذا اول خط اسم مهيج او مرات يسمونه بالساجة وحدة من عدة يعني نرى التهسم هذا ومدام شرحت لك يا فهذا الكلام انت كله ما تحتاجه من المصدر حسنا الحفظ حفظه والفهمه اقل لك فهمه حسنا هذا مدام فهمته تحتاج تحفظ بس الاسم الاسم حسنا حسنا شي يساوي بالاسماني تحتاجها بعديا بالشرح بالاناتومي من ندخل شوية ديب تحتاج من المصطلحات الاسم يقول البرترابلين بايسينك ثرو بادي بارلل البرترابلين يعني هو نفس ذاك تقريبا المهم من نوصل له بالرسم اقلكم بي فهذا البرترابلين عرفتو هذا البرترابلين يقسم منيا يقسم من الرأس من بداية الرأس وحتى نهاية الجسم هذا من هو البرترابلين اوكي بينما الساجترابلين اللي هو مثل ما تلاحظونا هذا قدامكم الساجترابلين اللي هو بس من الأكتاف بس من الأكتاف بس من الأكتاف يقسم يعني ما يقسم الرأس الساجترابلين خنشوف هسا قدامكم صورة واضحة خنشوف من الملزمة ما بها شوفوا هسا هذا الميدين بلاين اوكي هذا الساجترابلين يعني ياخذ الأكتاف الساجترابلين يعني هاي القسم كله ساجتر هذا كل القسم ساجتر زيان ان شاء الله واضحاتكم هسا الفرق بين الميدين والساجتر نجي نجي لا أفو نجي السائل من الدور بعد ذلك نجي إلى الفرونتل أو الكورونال البلين الخط اللي يكون فرونتل أو كورونا اللي يسمونه الفرونتل أو الكورونا الخاضر يقسم الجسم إلى جزء أمامي وجزء خلفي مثلا هسا العمود الفقر وين يقع؟ يقع بالجزء الخلفي من الجسم مو؟ عضلة البكتوراليس اللي هي العضلة الثدي وين تقع؟ بالجزء الأمام من الجسم فالفرونتل أو الكورونا البلين هو الخط اللي يقسم لي الجسم إلى جزء أمامي وجزء خلفي زيان؟ هذا خلاصنا من عنده نجي إلمان الدور نجي للترانسفير بلين الترانسفير بلين هو الخط اللي يقسم الجسم إلى جزء ألوي وجزء أسفلي مثل ما تلاحظون جزء ألوي وجزء أسفلي من الحوض فما دون هذا جزء أسفلي ومن الحوض فما فوق هذا جزء ألوي هس رح ناخذ شنو معناتهم؟ المعانيهم نجي الإلمان الدور للسكشنات شنو السكشنات حسن؟ يعني ضروري من هسا تفهم حسن عدنا اللونغ ديوتل سكشن شنو اللونغ ديوتل سكشن؟ معناه مقطع طولي من الجسم يعني شنو حسن مقطع طولي شوف هسا يمو قدامك قدم هاذا قدامك هسا قدم زيان؟ اقطحها هيتش بمقطع طولي شوان هسا قدامكم شوفوا؟ يعني هيا مثلا هسا القدم بها جهتين جهة من اليمين و جهة من اليسار اوكي؟ فرضا هسا أشوفها جهة اليمين وهها جهة اليسار فاللونغ ديوتل سكشن معناها أقطع القدم شنو بالطول أقطع القدم مو بس القدم يعني اي جزء آخر بس سيعلن كمثال قدامنا القدم أقطع القدم بالطول بحيث شنو؟ بحيث مثلا جهة اليمنى تطلع لحم والأحشاء والشرائن من وجهة اليسارة تبقى جلد يعني شوفوا هسا هي تشي قطعتها مو هي تشي زيان هي تشي بالطول بطول سميه باللونغ ديوتل سكشن بينما المصطلح الآخر اللي هو اسمه الترانسفير سكشن الترانسفير سكشن شنو معناه؟ معناه أقطع مقطع عرضي شلون هسا شرائح اللهم شوفوا هسا هذي؟ مقطع عرضي يعني كراوي سمونا عرضي يعني هي تشي بالعرضة أقصة من ساعة شلون أقصة؟ اللونغ ديوتل اللونغ ديوتل هيش أقصة زيان؟ الترانسفير سكشن لا هي تشي أخذ المقطع سمونا مقطع عرضي أو ترانسفير سكشن نجي إلى مصطلح آخر اللي هو الأوبليك سكشن الأوبليك سكشن هو نفس الترانسفير سكشن بس شوية ماعل مثل ما تلاحظونا ماعل مو عدل ذاكي ترانسفير سكشن يكون عدل زيان؟ هذي لا تكون ماعلة هسا ذني السكشنات والبليم اللي يعني المفروض أنه نفهمهم شوف هسا الحد الآن الحد الآن ما مطلوب من عندك تحفظ غير بس المصطلحات وهاي المحاضرة كلها يعني هذا الفيديو كله ما مطلوب من عندك تحفظ أي تعريف ولا أي شيء المطلوب من عندك فقط تفهم وتحفظ المصطلحات يعني ترانسفير سكشن شنو معناها الأوبليك سكشن شنو معناها وإلى آخره المصطلحة تحفظه لكن البقية فيهم زيان؟ هو هذا التشريح التشريح تحفظ بس المصطلحات البقية فيهم أوكي نكمل هسا بعد ما خلصنا الخطوط اللي هي البلينات مثلا الفرونترابلين والترانسفيرابلين والآخره والسكشنات اللي هي واللونج ديوتر سكشن وترانسفير سكشن والأوبليك سكشن هسا نجي للنواتج مات الخطوط يعني شنو حسن نواتج مات الخطوط هسا راح نعرف هن شنو هنا اسمعني هسا احنا نجي هسا مثلا مثلا نجي اسا للفرونتر كورونا لبلين يعني هسا هل نوضح لك شنو اللي راح ندرسه هسا الفرونتر كورونا لبلين معناها شنو معناها هو الخط اللي يقسم الجسم إلى جزء أمامه جزء خلفي أوكي؟ زيان قسمه إلى جزء أمامه جزء خلفي خو ما أقل يعني أحجوه يا دكتور أقل لهذا جزء أمامه جزء خلفي لازم إلى مصطلح بالانجليزي الأمامي مثلا أسميه بالانتيريور والخلفي أسميه بالدورسل أو البوستيريور هيج يعني هسا راح نجي ندرس ذن المصطلحات الجزء العلوي وشسمه جزء السفلي شسمه الأمامي شسمه اليسار شسمه اليمين شسمه الخلفي شسمه وإلى آخره أوكي؟ فنبلش إن شاء الله خلن ندرس نويا ندرس إن هنا ذلك شوية ما مرتبات مو مرتبات يعني وإنما كل مصطلح وقدامه كلام فأحنا ما نحتاج الكلام هسا باعتبار أنه هذا الفهم أكثر من حفظه فنحفظ بس المصطلح والشرح أنا أقل لكم به ما في قد أعتقرون هسا هذا الشرح كله يعني راح نستفاد بس من هنا راح نستفاد بس من الرسم زيان؟ نجي الهن هسا هسا هذا الميد في النيدプلين yükح في الخط الوسط mesma هذا اللي يفصل الجسم إلى جزء يمين وجزء يساري نسميه يسميت بالميد إلى البلين الميد إلى البلين هو القسم الجزء يمين وجزء يسار هسا هذا جزء يمين فرض أنه هذا جزء يسار من جهة الناظر طبعا جهة اليمين أسميها فقط تبقى جهة اليمن وجهة اليسار تبقى جهة اليسار لكن 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 اكو شي يخص هذا البلين يعني شنو حسن شي يخص هذا البلين اسمعني انا هسا قسمت الى جزء يمين و جزء يسار اوكي جزء يمين و جزء يسار خلان اشرح لكم على الرسم ذاك الثاني على هذا للمستقيم شوفوا اذا عنده المدلين المدين البلين هاذا اوكي هذا جزء يميني وهذا جزء اليسار خلق خليه بمربع هسا هذا كل جزء اليمين وهذا كل جزء اليسار مو والبنات هن هو المدين البلين سيان شوفوا إذا إذا كان الجزء قريب من المدلين هذا الخط الأخضر أسميه بالمديل يعني هسا مثلا فرضا شعندي البريست البريست قريب على المدلين لو لا قريب مدام قريب شسميه أسميه مدل شسميه مدل لكن فرضا الذراع هذي هاي النقطة أبعد نقطة بالذراع قريبا على الخط الوسط لو بعيدة 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 شي سميه سميه باللاترال شي سميه باللاترال أجيب على داخل مثلا فرضا الفخذ الفيومورال أو الليك حسب شكل عامل الساخ كلها عندي الإبهام أو اليد نفس الشي من هو الأقرب الخط الوسط اللي هو هذا من هو الأقرب الأقرب هو الفيومورال فش أقول الفيومورال هو شنه هو مدل يعني قريب على خط الوسط بينما الذراع شبهها مبعدة شسميه سميه باللاترال والحثة السالفة فخافت يجيك شنه معنى الفيومورال فش تنطيه تقلب هذا الشكل زيان أو يعني معناها تحفظه هسا خلصنا منيا خلصنا من أول واحد اللي هو الخط الوسط نجي إلمان هسا الدور الخط الثاني الخط الثاني أو المقطع الثاني المقطع الثاني منه هو هو الترانسفير سكشن اللي يقطع الجسم إلمان إلى قسم علو وقسم سوفلي مننا يصل للمقطع قسم علوي وقسم سوفلي القسم العلوي اسميه سوبرير القسم العلوي من الجسم يعني من البرفك كافيتي فما فوق من تجويف الحوض فما فوق أسميه بالسوبرير أو الكرانيال الكرانيال على النهاية هذا العلوي أسميه الكرانيال مثلا هسا إذا نقارن بين الهيرت بين القلب وبين المعدة من هو اللي يكون أقرب للأعلى الهيرت يكون أقرب للرأس من المعدة فشيقول الهيرت is superior to the stomach يعني القلب أعلى من المعدة لكن الجزء الأسفل بالفكافيتي فما دون هذا كله شيسميه يسميه بالانفيريور جزء السفلي من الجسم زيان إذا أسأل تقارن جزء السفلي من الجسم ففرض هسا هاي الني الركبة والقلب من هو اللي أقرب يعني شوفوا الانفيريور معنى الأقرب للقدم الانفيريور معنى الأقرب للقدم أو جزء السفلي من الجسم فعدي الني مثلا الركبة والهيرت القلب فمن هو اللي أقرب للأسفل من هو اللي أقرب للفوت للقدم من هو الني الركبة فأقول الني is inferior to the heart تكون أقرب منياً يعني أقرب للقدم منياً من القلب وهكذا هذا من هي؟ هذا نسميه بال transfer section يعني transfer section سوالي سوالي superior و inferior زين أوكي؟ زين هسا نجي للمن نجي للcoronal plane شنو يقول للمن هو الخط هذا هذا الخط اللي يقسم لي الجسم إلى جزء أمامي وجزء خلفي الجزء الأمامي شو يسميه جزء الأمامي؟ أسميه بال anterior جزء الأمامي أسميه بال anterior أو أسميه بال ventral نفس الشيء يعني مثلاً هسا البرائس وين موجود؟ الصدر وين موجود؟ موجود بجزء الأمامي أسميه anterior هذا من هو؟ هسا الانتيريور بينما جزء الخلفي شو يسميه؟ جزء الخلفي أسميه posterior أو أسميه بال dorsal أوكي؟ من الجسم مثلا البرتابر أنه موجودة؟ الفقرات أنه موجودة؟ بالجزء الخلفي فش يسميها؟ يسميها باستيريار أو يسميها دورسل حسنا هذه خلاصة من العديد بعد ما لدينا مقاطئ نجي لمن هسه؟ نجي للسكشن المقاطئ هسا خلاصة من البلينات عندنا البلين هذا اللي يقسم الجسم إلى جزء يمين ويسار واللي يقسمه إلى علوه وسوفلي واللي يقسمه إلى أمامي وخلفي نجي للسكشنات هس اذا اريد اخذ مقطع منه مقطع مثلا من عراضي يعني section transfer section نوع transfer section فهذا جزء من الذراء فبيها جزء عميق مثل ما تلاحظون وبها جزء متوسط وبها البشرة اللي هي داير ما داير اللي تكون الجزء السطحي فإذا هسأني مثلا اخذت مقطع من الذراء وهذا المقطع مع الذراء لدرسة فرضا لدرسة فإذا كانت الدراسة ما تفعل الجليد هنا وين صايرة بالش اسمع بالفايشل أو بالفيس يعني بالطبقة السطحية من اليد يعني قريبة للجليد فهذا جزء للدراسة أو مو الدراسة وإنما المكان اللي أدرس عليه شصيح للسورفايشل شصيح له يعني كل ما تكون قريبة للسورفايشل للسطح الخارجي أصيح له سورفايشل فرضا ав強 فرضا قال ما درست اليم بالجليد درست وين درست هنا chemical هذا مطاقة وفيه الطحن شفو الله باللحم يعني تحت الجليد شصيح لهذه المنطقة المنطقة المتوسطة فرضا ما درست ما درست على الجليد و لا بال dijليد ذرصو هنا بالعمق يم العظم العظمه صار بالنص ففش صيح له الآن أصيح له هذه المنطقة يعني العميقة أصيح له نحتاج المصطلحات بالتشريح يعني لاحقا إن شاء الله هسا ننجي إلى مصطلحات أخرى اللي هي مثلا مقارنة تقارنية عدنا مصطلح اسمه البالمر ومصطلح اسمه الدورسل دائما الدورسل هو جاي من دورس اللي هو الظهر نفس الظهر أو يعني ظهر اليد أو ظهر القدم الظهر العادي ما رأتنا يعني أي شيء يمثل للظهر زيان فالبالمر معناها راحة اليد والدورسل أو الدورسل نقدر نسميه هي هي الظهر ماتليات أو البوستيريور ماتليات زيان فهسا البالمر هي نفس الانتيريور ماتليات يعني الجزء الأمامي مارت من ماتليات الدورسل أو الدورسل هو الجزء الخلفي ماتليات أو نفس البوستيريور ماتليات يعني نقنا نساء على الانتيريور الجزء أمامي والبوستيريور الجزء خلفي زيان هيا خلصنا نليات نجي من للقدم القدم مش بيها بها هذا الباطن القدم وظهر القدم هذا الفوق ظهر القدم هذا اللي ظاهر إنيه وباطن القدم هذا اللي نسحق عليا عفوا باطن القدم واصحرح لي بال Bur 참 هذا اللي نسحق عليا والظاهر هذا الظاهر إنه اللي أن يفوق هذا صحر بDorsal زيان؟ فسعدنا مقارنة acher وعندنا Dorsal The Dorsal هذا عرفناه الظهر الظاهر إنيه والBlanter يكون نفس السول اللي هو جزء السوفلي من القدم اللي نسحق عليا يعني الانفيريور معناه السوفلي والسوبرير معناه العلوي ورحثت السالفة زيان خلصنا منين خلصنا من ذن اللي درسنا حسنا نجي إنمن إلى أنواع الحركات أنواع الحركات عدنا هوان نجي هسا إنمن وحدة وحدة خلنا نشوف الملزمة ما شبيه ما بيه هساك شوفها خلصنا هذي خلصنا نفس ذن كل اللي قدت لكم بهن هنا وذن أنواع مو أنواع وإنما سوفيريور وإنفيريور وذن كل اللي شرحت لكم عليهم من ساعة هذا الأكسز اللي نفس البلين اللي شرحت لكم عليهم اللي هي الوريزينتر والساجتر والهوريزينتر يعني الأوفق هسا نجي من الموفمنت أول شيء عندنا الفلكسين والإكستينشين اسمعني قلنا قارلكم من ناوي ذنين الفلكشين معناه شنو هذا أخذناه بالكرس الأول الفلكشين معناه هو نقصان الزاوية بين أي عظمين نقصان الزاوية بين أي عظمين أو حركة للأمام حركة وين للأمام وضحتة السالفة واحدة من أحدهم أما تقول نقصان المسافة بين أي عظمين أو حركة للأمام أغلب الأحيان نسميها حركة للأمام مثلا هسا نجي هنا اليد بالحالة الطبيعية وين واقفة؟ هاي اليد تحركت للأمام سمناها فلكشين زيان؟ سمناها فلكشين بعد هسا هاي فلكشين مو شرط للأمام المهم تصغر الزاوية بين عظمين هس هذا عظم وهذا عظم شوفوا أما تتحرك الأمام أو تصغر الزاوية بين عظمين هذا عظم مات الفخد وهذا عظم مات الفيبولة زيان فالمسافة الزاوية بناتن زغرت هي كانت هيتش الزاوية كانت بالحالة الطبيعية هيتش زاوية 180 الدور الزغرة صارت 90 زيان فبعناها زغرت فشنو هاي؟ هي أما نقصان الزاوية بين عظمين أو شنو أو حركة للأمام أوكي هاي بس هاي حركة للأمام أو شنو أو نقصان الزاوية بين عظمين هذا عظم الصدر وهذا العظم مات الرقبة نقصة الزاوية بين آتم كانت نتيش مستقيمة 180 هسا نقصة أوكي فهذا هي هي الفلكشن والإكستنشن قلت لكم بعد إلا سمع نفهمكم عليها بس الفلكشن هاي عظم وهذا عظم نقصة الزاوية بين عظم يعني هاي العظم اللي تحق أو الميتافيسيز عفوا يا الميتافيسيز الميتافرانجيال سيان وبين من وبين العصابع تنقص الزاوية بين آتم فسميها سميها فلكشن فالمهم هاي عرفنا سأل فلكشن شنو معناها نجي للإكستنشن الإكستنشن شنو معناها الإكستنشن هي حركة فوق الطبيعية شنو حسن حركة فوق الطبيعية يعني هسا أنت من سويت فلكشن من سويت فلكشن الفلكشن مو يعني أما حركة حركة فوق الطبيعية يعني شنو هسا أوضحكم إياها هي عكس الفلكشن وبنفس الوقت وبنفس الوقت مرات تسمونها إكستنشن يعني شنو هسا الفلكشن مو نقصان الزاوية بين عظمين هسا هذا عظم وهذا عظم ما هذا الفلكشن إذا أكبر الزاوية ما يصير؟ يصير إكستينشن إذا أكبر الزاوية أكثر يعني رجع عيدي لواره هم أسميه اكستينشن أو مرات تسمونه اكستينشن وضحة السسالفة فهو الاكستينشن وأكسل الفلكشن أو مرات تسمونه اكستينشن يعني تقريبا نفسه سرح نأخذ المصطلح بعدين معنا رجع عيدي أكثر من الحد الطبيعي زين بعدين نجي الآخر حسن نجي دورس فلكشن والبلانتر فلكشن من يتذكر الدورس الدورس والبلانت الدورس هو ظاهر القدم والبلانتر هو باطل القدم معرفنا فالدورس فلكشن هذا شوفو دورس فلكشن معناه ليفوك بحرك القدم ليفوك البلانتر فلكشن معناه ليجوه زين باعث نكمل هنا حركات على مراحي للمدرسة للمدرسة العفو للملزمة القدم إذا دخيله للداخل يعني وين للداخل يعني باتجاه الخط الوسط يعني شون حسن باتجاه يعني سايموها شوفو هذا الخط الوسط المدلين ما هذا؟ فإذا حرك القدم بهذا الاتجاه شو صيح له هذي؟ إذا حرك بهذا الاتجاه يعني مثل هاي أصبح لها بالإنفيرشي زين؟ لكن إذا حركها بالاتجاه ذاك يعني إذا حركها بالاتجاه مؤاكس هيد شي أو أديها لي بره شو صيح له أصبح لها بالإنفيرشي بس شنو؟ ممكن لها لا بس هاي بس هاي جاي أقصداني يعني بس القدم ممكن لها الساق زين؟ فإذا حركها للداخل صحنا الإنفيرشي إذا لي بره إنفيرشي يعني فارق هذي إنفيرشي هذي إنفيرشي زين؟ حلو نجي المنهسة إلى عملية الأبداكشن والأبداكشن عملية الأبداكشن هي شنو الأبداكشن؟ الأبداكشن معناها فتح أنه شون أطير هذي الطير من يطير يعني هذي تشوفوا هاي هذي أبداكشن أبداكشن إذا ألمهن لي جوا ألم إيدية لي جوا يعني قريبات من خط الوسط أصيح لها بالأبداكشن زين؟ يعني هذي تشوفوا هذا خط الوسط وهذه الرجل بعدتها عن خط الوسط إش سميتها؟ سميتها بالأبداكشن لكن إذا أقربها من خط الوسط أصيح لها بالأبداكشن أوكي؟ مو بس القدم أي شيء ثاني حتى اليدين يعني الرأس هذا الرأس هذا من أثنين همين أمرات أثنين لبرة ومرات أثنين للجو همين يسوحوا له هاي الحركة مرة الروتايتشين هسنا نأخذها بعدين المهم خلاص من الابداكشن والأدكشن نجي إنما نجي للسيركومبداكشن السيركومبداكشن معناها أسوي حركة لولبانية هذا الشيكو شوفو سيركومبداكشن خلاص من الابداكشن معناها بعدين نجي للرؤتايتشين الرؤتايتشين اللي هو الدوران الدوران أما الدير مثلا بس رقوبتك أصيرها رؤتايتشين أو أدير جسم كليته مثل ما تلاحظون هسه يعني هي شي شو هسه لعب الرياضة عمال الجيم ما جيم ودن السوالة في اللاقة صيرح لها رؤتايتشين أوف أبر شرك يعني عيون الجسم كله أديرة أوكي نجي لهذه الدور هذه الحركة هذا ما رفع المتون رفع المتون شنو رفع الأكتاف أقصد أوكي أو نسميه المتون إحنا إذا أرفحها أصيرها إليفايشن وإذا نزلها خفض هاي طبعا نسأولها لجماعة الجيم بعد حركة الحونك نقدر نسمي أو الذقن هو الحونك مثل ما نسمي إحنا إذا لي قدام إذا لي قدام يعني نسميه بالبروتوسجين وإذا يعني للأسف للداخل صحلة بالريتروسجين أوكي أنا نواضح هذا أنا ما به هنشي لا عشينوا بالله عنواع الحركات اللي عندنا هذي أبداكشن و الأبداكشن كلها عرفناها هنشوف الملزمة ذا بي هؤلاء خلص نكون الموذمنت إذن موجودات هنا الصور وموجودات كذلك بال هناك بالمصدر ذا بني هنا مسوي لمقارنات ذا بني كله نفسا من الساعة خالتهن من الساعة شو نحتركم عليهم يعني هذا الجداول مراجعة لكلام اللي حجيتها من الساعة بس عدنا ثلاث مصطلحات راح أقلكم عليهم اللي هنا ذا بني شوف ذا بني هنا ثنيا بس بعد ثنيا نسمى ذاكري لكم إياهن أذكركم إياهن بالمصدر وانهسه شوفوا نروح هنا ها الترم لاترالي عدنا مصطلح نسميه بالبيلاترال ومصطلح نسميه بالانيلاترال شون البايلاترال والانيلاترال البايلاترال معناها أكون جزئين من جسم أو الأورغن بنسختين يعني شون نسميه مثلا الكيليا الكيدني مو بها نسخة باليمين نسخة باليسار أسميه بالبيلاترال عفو بعد منه الرأتين بينما الانيلاترال اللي هو عندي بس شي واحد من عنده مثلا القلب زيان بعد شنو الطحال وهكذا نجي بعد من إلى مصطلح ثنيا همين واحد نسميه بالإي سبيلاترال بالإي والثاني نسميه بالكونترال العي باللاترال معنى شلون أنا أقول لكم دعنا نشوف هذا نوع على هذا العي باللاترال معنى شنو معنى ثلاثة من نفس الجهة مثلا الإيد اليمنى ويا القدم اليمنى يعني مثلا أصبع الأيمن مات القدم ويا أصبع الأيمن مات الرجل المهم يعني الشيء اللي أرد أوصف هنا موجودات بنفس الطرف شا صحيح باللاترال بينما إذا مثلا قارنت أو استعملت شيء من الجهة اليسرى ويا شيء من الجهة اليمنى أسميه بالكونترال مثلا أصبع القدم الأيمن زيان ويا أصبع اليد اليسرى شا صيح لها أصيح لها بالكونترال مثلا مثلا تلاحظون هسا هذا الشكل قدامكم زيان ذن المصطلحات جدا مهمات هسا شوفوهن ذن المصطلحات هو هنا يعني ذن بداية التشريح لازم تفضل ذن المصطلحات لأن هنا ذن يعتبر الأساسيات يعني ذن يعتبر الحفظ حتى لا يحتاج أنشرح مجرد أنه مثلا الجبهة نسميها فرونتال العيون أو المحجرة العينية نسميها بالأوربيتال والناصل هو يعني هذا مكان الأنف والأورال والمكان الفم والمنتر اللي هو الذقن أو نسميه الحنك الجبهة الذقن اللي هي الرقبة والثوراسي والثوراسي اللي هو منطقة الصدر كليتها الثوراسي و تحتوي على جاي من جاي من جاي من الجبهة هؤлизم القص هذا اللي هنا والأكسلاري اللي هي نهاية عضلة البكترالس والمماري اللي هي هي منطقة الأبدومين تحتوي على هاي ومنطقة الامبلوكال ننتقل منطقة البيفك منطقة الحوط التي تحتوي على الانديون والاو الجروين هذه الجروين هي منطقة بين الأبدومين أو الابدومين بشكل عام الجروين هي منطقة موجودة بين الابدومين وبين الأفخاذ والبابك او الجينتل هي العضاء التناصلية هذي خلصنا نجي للأبرلم شنو الأبرلم هو نعرف الأبرلم هو يعني بس الذراع الذراعين ثيناتين هو نسميه بالأبرلم ايش تحتوي الأبرلم تحتوي على الأكتاف اللي نسميها بالأكرو ميل الأكرو معناها علوي والميض هاي إضافة فثناتين صحنا بالأكرو ميل معناها الجزء العلوي أو الأكتاف البراكيال اللي هو الأرم زيان والأنتي كيوبيتال اللي هو هذي من المرفق والأنتي باركيال اللي هي الفورارم والكاربر هذي الرسغ والمانوس أو الهاند اشتحتي وتحتوي على البولكس البولكس اللي هو عظم اليد يا عظم اليد الابهام أوكي والبالمر هذي الباطن والديجيتال اللي هي النهاية الأطراف مالتمن يعني أبعد نقطة بالإيد اللي هي أبعد نقطة بالإيد اللي هي عظم الوسطة أو أصبع الوسطة نهاية أصبع الوسطة صميع الصحلة بالديجيتال نيجي إما لللوارلم اللوارلم هي نعرفها أنه كل الساقين مال الجسم فتبدي أول شي بما بالكوكسل أو الهيب زيان وتحت هالفيمورال والباتيل اللي هي هاي من نيه يمن ركبة الصابون اليه صاحل هنا واللكرورال اللي هي اللايك الساق والفيبيولر اللي هي جاية من الفيبيولة عظم القصبة والشاضية والتيبة مثل ما تذكرون البيدل طبعاً الإضافة هي بيد أصلها بيد معناها قدم والال هذه إضافة صوفيكس بيدل فوت معناها الشرع شبيهها بها الترسل الأنكل الكاحل يعني هذي ترسل هذا الكاحل أوكي والميتة ترسل اللي هي المنطقة مع قبل الأصابع والديجيتال اللي هي أبعد نقطة بالقدم اللي هي من هي عظم أو نهاية أصبع الوسطة بالقدم والهالوكس اللي هي أصبع اللي بها مالثمن مالث القدم هنا مساعة بولكس هنا هالوكس جيد عاد من هاجه من جهة الانتيريور من جهة الأمامية الانتيريور أو الانفيريور بينها من الجهة الخلفية اللي هي الرايغم Running ماتة البوستيريور أو الدورسال جهة الخلفية نفيز نفس الشيء أما تقريباً بها نفس المصطلحات ما عادة بس أكو اختلافات نعم لديكم اختلاف اللي هي وين ما وراء الركبة وما وراء الصابون لن يمكننا نسميها وعندنا الكولف هذه هي العضلة لعضلة الكولف نفس السورة والكاحل أو الكوع أو الأنكل اللي هو نفس الكالكانيوال والبلانتر اللي هو عرفناه أنه هو أسفل القدم الأوتك اللي هي من جايته من أوت الأوت أوتي معناها الأذن والآي سي هذي هي معناها بريتيني نكتو يعني هاي شوفر بطل كميها هاي والأوكسو يترون جزء الخلفي من الرأس وبعدها شينيوالي هنا عندك السكابيولا رجائك من السكابيولا اللي هي عظم اللوح هذي والفيرتابلا عدتكم واللمبر هذي كلها مناطق البطن هنا وعندك الجلوتيال اللي هي جائل من الجلوتيال ماكسيموس اللي هي العضلة هذي زيان وخلصت هنا نجي لمن الكافيتيات على ذلك الكافيتيات اللي موجودة بالجسم محدودة يعني الكبيرة الظاهرة عدنا الكافيتيات بالجهة الدورس البادي يعني بالجهة الخلفية من الجسم مثال عليها تجويف الرأس تجويف الرأس موجودة بالجهة الخلفية إذا قالك الكافيتي مات الرأس والموجودة بجهة الدورس أو تقال لك يعني مثلا 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 على تجويف موجودة بجهة الدورس أو جهة البلسسيلورمات الجسم شو تقل له تقل له يعني الكرينا الكافيتي أو تجويف الجمجمع زيان كذلك تجويف مات الرأس موجودة العمود الفقري زيان جيد , الدورسال كافيتش يحتوى على عفو الكرنال الكافيتش يحتوى على بينما الفيرتبرال كوليمين يحتوى على يعني العمود الفقر يحتوى على الحبل الشوكي مملوه بالحبل الشوكي نجي المنهسة نجي للفينترال يعني التجاوف الموجودة بالجهة الأمامية يعني مو نبوب من ساعة أخذنا شنو الدورسال أو البوستيريور هسا شناخذ الفينترال أو الانتيريور تتقسم من الألافراس الكافيتي ثراس الكافيتي وكذلك يحتوى على تقريبا ثلاثة أجزاء آثاثة أجزاء بثراس الكافيتي هذا هو الجزء اللي هو هده نسميه بالسوبيرر، الجزء العلوي نزيين و ishtیوه يحتوى على أبيلورا أبليورا Dat Spicy هذا والجزء الثاني الى هده نسميه بالميدستينيون كافيتين ميدستينيون يحتوى على�� المحاضب الفاراكان الى كافيتي ما شيئتو هو يحتوي على الهيرت الاسميه بالـ هذا الدور من دوره هذا الحجاب الحاجز قال لها ق localized هذا الابدل من الكافيتي اش يحتوي على عدنا بعد الدور عدنا بعد البلفيك كافيتي اللي اش يحتوي يحتوي على الأعضاء التناسلية والجهاز البولي يعني أغلب الجهاز البولي مو كل ايته هذا كل ما وجوده بهذا المحاضرة كل يش سهله وما تحتاج أي تعقيد بس المهم الفكرة اللي تاخذها انه تعرف او تتعود شوان تبحث من المعلومة من الملزمة وتروح للمصدر افضل ما تروح الجوجل والدوخ والسارف تعبانه مو الدوخ وانما راح اتخذ عندك وقت اعني شوف انت مثلا عني من جيت دادرس اكو بعض المصطلحات ما عرفتها فرضا فرضا انه هذا المصطلح تومر علي هذا الاباس ليتر والكنترا ليتر والكنترا لاترال عفو والاباس لاترال ذني ما مرات عليها سابقا فذني قبر مماشرة لحتي المصدر لقيت المفيدات والمصدر وتوضيح عنهم كامل فمو كان ما تروح تبحث بجوجل ويعني اخذ عندك وقت فهنا نفس الترتيب اللي موجودة بيننا وبين الملزمة فتقدر انت يعني تستعمل المصدر اسحلك واضبطلك ويطيك المعنى ومشبع برسلمات اللي تحتاجه ولي تفهمها فهنا وصلنا من نهاية المحاضرة شرف تهمتوا كل التوفيق اشتركوا في القناة